اشتركوا في القناة انزال الملكة في خلية النحل هناك عدة طرق سواء انزال ملكة ملقحة أو عذراء أو بيت ملكي ما هي الأساليب التي يمكننا اتخاذها قبل انزال هذه الأنواع الثلاثة محاضرة مهمة وقيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ رجدي زريقي من فلسطين فكونوا معنا أستاذنا الغالي يعني بالنسبة لسؤالك ما هي أفضل طريقة لإدخال الملكات الأجنبية يعني نقصد الأجنبية هي الملكة اللي ممكن تكون من منحل ثاني أو بدنا نعتبر أن الأجنبية هي يعني من خلية ثانية أو من صندوق آخر هذه بدنا نسميها احنا أجنبية أو بدنا نتفك على تسميتها أجنبية فأستاذنا الكبير يعني ما في طريقة هي المثلى أو الأفضل أو الأحسن ليش؟ لأنه في عندنا يعني كل ظرف إلى ظروفه يعني كل نحل له خاصية كل منطقة له خاصية كل سلالة إلى خاصية سواء يعني النحل الموجود عندي أنا كالرشد زريقي والنحل الموجود عندك يختلف عن نحلي والنحل اللي موجود عند الأستاذ أبو عرب يختلف عن نحلي وعن نحلك فكل نحل له خاصية معينة والنحال بيكون يعرف أنه نحله مدى تقبل نحله للملكات الأجنبية فربما يكون هذا النحل اللي عنده شرس وإن لم يكن شرس فهو بما أنه النحل الموجود عندنا ليست سلالات أصلية أنا شخصيا ما في عندي سلالة نقية نهائيا كله تركيبات وكله تقاطعات وكله يعني نقدر نسميه هجائن ما في عندي سلالة أصلية لكن أنا بعرف أنه نحلي مدى تقبله للملكات الأجنبية سواء كانت الملكات العذارة أو الملكات الملقحة لكن خلينا نحكي في الموضوع بشكل عام أكثر شيء ممكن أنه يتقبله النحل هو البيت الملكي فلو عندنا ملكة عفوا لو عندنا خلية بدنا نتخلص من ملكتها لسبب ما الملكي ضعفت الملكي كبرت بالعمر الملكي ما عطتنا إنتاج كويس وبدنا نتخلص من هاي الملكي إذا بدنا نقدم لها بيت ملكي البيت الملكي ممكن إضافته مباشرة يعني بتقتل الملكي اللي بدك تتخلص منها وبتنزل البيت الملكي ونسبة الكبول في تقريبا مئة بالمئة وهذه الطريقة أنا اشتغلت عليها لفترة طويلة وقدت مرات فأنا يعني عندما بعمل تقاسيم وبتكون عندي البيوت الملكية جاهزة للنقل مباشرة بعمل التقسيمة وبدخل عليها البيت الملكي مباشرة ولا ساعة تيتي لأنه البيت الملكي هو مثل حضنة المغلقة أو الحضنة المفتوحة بكبلها النحل في أي وقت وبكل سهولة المرتب الثاني من كبول النحل للملكيات إنه يكون ملكي ملقحة فالملكة الملقحة برضو كبولها أسرع فإذا أنا بدي أضيف ملكي ملقحة إلى نحل ميتم يعني بدي أكون أنا أعرف النحل اللي عندي وكم الفترة اللي ممكن أنه يقبل فيها النحل هذه الملكية بعض السلالات قد تحتاج إلى ثلاث أيام أو أربع أيام حتى تقبل الملكي الملقحة لكن بالنسبة للنحل الموجود عندي أول يوم بيتم الملكي ثاني يوم بدخل الملكي الملقحة بكفص باليوم الثالث بفرج عن الملكي وبتبدأ يعني تقريبا في وضع البيض بنفس اليوم أحيانا يعني إذا أفرجت عنها الساعة 9 صبح الساعة 12 الساعة واحدة بتكون الملكي بدأت في وضع البيض مش كود الملكات طبعا بعض الملكات تبدأ في وضع البيض بنفس اليوم بعض الملكات تبدأ في وضع البيض باليوم الثاني أو ربما اليوم الثالث حتى لو يتمنا الخلية مباشرة وأدخلنا عليها الملكي الملقحة مباشرة ممكن أنه بعد 24 ساعة نفرج عن هذه الملكة ولكن يعني بنرجع بنقول أنه في اختلاف في سلالات النحل ما بين الكبول حتى الهجائن في بينهم اختلاف فلذلك أنا ذا بقول أنه النحال هو بعرف نحله لأنه بشتغل في نحله وبعرف يعني بدخل ملكات عذارة بدخل ملكات ملقحة وبدخل بيوت ملكية على نحله وهو يعرف تماما متى يمكن أن النحل الموجود عنده يتقبل الملكات نعود لموضوع الملكات العذراء الملكات العذراء فيها خاصية معينة تختلف عن البيت الملكي وعن الملكية الملقحة العذراء كلما كانت أصغر بالعمر كلما كانت أسرع بالنسبة للنحل التي تقبلها يعني بمعنى أنه إذا مثلا أنت كان عندك خلية ميتمة وأثناء كشفك على بعض الخلايا وجدت أنه يعني فيه بيت ملكي العذراء تفقس لازالت تفقس وأخذت هذه الملكية ومسكتها بإيدك ودخلتها من البواب مباشرة النحل يتقبلها بكل سهولة لا بدها تكفيس عليها ولا شيء لكن كلما كبرت الملكي العذراء بالعمر كلما النحل صار أصعب عليه أنه يتقبلها بمعنى أنه ممكن أنك تدخل الملكي العذراء اللي عمرها مثلا دقائق ويقبلها النحل بنسبة 100% لكن إذا صار عمرها يوم ربما نحتاج إلى حبسها يوم لكن إذا صار عمرها ثلاث أيام أو أربع أيام ممكن أننا برضو نحتاج إلى حبسها لفترة أطول هذا كله يعتمد على سلالة النحل اللي بدنا ندخل عليه الملكي العذراء فبعض النحل لا يحتاج إلى تكفيس أكثر من 12-13 ساعة يعني ممكن أنه تحبس الملكي بكفص الملكي العذراء بكفص والدخله على الدخل على النحل وثاني يوم مثلا بعد 12 ساعة أو بعد 13 ساعة يعني دخلناها نفترض الساعة الخامسة مساء ممكن أنه الساعة الثامنة صباحا نفرج عن الملكي والنحل يتقبلها لكن في بعض السلالات من النحل ربما تحتاج إلى يعني أن تبقى الملكي العذراء مكفص عليها إلى أكثر من 24 ساعة رغم أنه أنا ضد حبس الملكيات العذراء أكثر من 24 ساعة بعض النحلين بلجوا إلى تيتيم الخلية لمدة ساعة أو ساعة ونصف ساعتين ثم يحضر الملكي الملقحة ويغطسها بمحلول سكري لبضع ثواني يعني ممكن ثلاث ثواني أربع ثواني ويخرجها من المحلول السكري ويدخلها من البوابة مباشرة بدون تكفيس بدون أي شيء ويعني يقولون أن النحل يتقبلها لكن بصراحة أنا هذه الطريقة ما جربتها وبالتالي لا أستطيع أن أجزم فيها لكن ما أستطيع أن أجزم فيها إن أنا كنت أنكل الملكات الملقحة عن طريق العطر يعني كنت أمسك الملكي الملقحة باليد اليمين وتكون اليد الشمال فيها عليها قليل من العطر يعني بخة عطر صغيرة بين العطر المحمل على السبيرتو أو الكحول وبخة صغيرة هيك وبنمسح الإيد بحيث أنها تنشف من الكحول ولكن تبقى الرائحة بمسك الملكة باليد اليمين بحطها باليد الشمال مباشرة يعني بغل نرايح فيها مباشرة على الخلية اللي أنا بدي أدخلها عليها فلما بتصل بتكونك تثبت رائحة هذا العطر وبتدخل بكل سهولة وبساطة على النحل والنحل لا يكترب منها ولا يحاول أنه يكتلها نهائيا ما بحاول أنه يعتدي عليها لكن أنا هاي الطريقة قالوا بعض الإخوان أنه ربما قد تؤثر على هذه الملكة أنه رائحة العطر أو الكحول لأنها ممكن تأثر على الملكة قد تصيبها بشيء ما وبالتالي نصحوني بأنني ما أستخدم هذه الطريقة لغم أني ما كنت أشوف فيها أي عائق نهائية فاتني أن أذكر هذه النقطة وهو ندخل هذه الملكات الأجنبية على نحل حاضن فقط وهذا هو يعني بنعطي تقريبا 90% ضمانة لحياة هذه الملكات ولكن هذه الضمانة لا تصل إلى مرحلة المئة بالمئة لأنه حتى وإن النحل لم يقتل الملكة في وقتها ولكن ربما النحل عندما تضع هذه الملكة البيض ربما بنسبة 10% أن يكون النحل بقتلها وبناء بيوت مركية في داخل الخلية وحتى وإن لم تكن من نفس السلالة اللي بتكون هذه البيض هذا أو اليرقات هذه بتكون بنت الملكة الأجنبية ولكن النحل عادة يعني يميل إلى ابن العشيرة أو بنت العشيرة رب ملكاته منها فأحياناً بيكون النحل بالإحلال لهذه الملكات وبالتالي عادة حال أن يبقى متيقداً دائماً من حيث أنه ما يحصل لهذه الملكات إحلال وحتى يعني إذا النحل قرر الإحلال يعني أنه حال مش رح يعني يقدر أنه يوقف عملية الإحلال هذه